وقال لك نعطيهم 300 دلم كان يقبطوا مرة سنتين ديال تكوين 170 دلم ده بغير الدليون 300 وش هذا تنز؟ وش نحن يتدخم طلع السماء؟ وش كل شي درب جوج تلاتة؟ أتمينة من ماطيشة حتى المزوت حتى يكون رئيس الحكومة يكون هو اللي كي وزع البيترول والغاز هو اللي كي يستافد من تحرير هاد المادتين وأنه كي يتغنى هو رئيس حكومة لا بالعكس خصو يكون خارج الحكومة مخصوش يكون في الحكومة اليوم جي تقول لي غادي نعطيك الدعم تاخد الساكة أنا ما بغيتش أنا نسكن أنا بغيت غيو اللي دي أكله دانون نشرب الحليب ونشير لهم خضيره ونشير لهم الدسير ونصفر بهم ملعقوب ولا نشو ش غادي ندير أنا بغي غين كريد عزيز أخنوش سيد عزيز أخنوش هو قبل كل شي رجل أعمال وحنا كالقلوبة وخاصة الفصل ديال الصلاة ما خاش تكون الربط ما بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية والمالية اليوم كين تضارب واضح ديال المصالح ما يمكنش أنه رئيس الحكومة يكون هو اللي كيوزع البيترول والغاز هو اللي كيستافد من تحرير هاد المادتين وأنه كيتغنى هو رئيس حكومة لا بالعكس خاصو يكون خارج الحكومة ما خصوش يكون في الحكومة اليوم كذلك المعامل ديال تحليات المياه وحنا بلادنا كتعرف واحد الوضع ديال إجهال مائي خطير ومحتاجين المصانع ديال تحليات المياه على الشركة ديال وش ما كنتم غرب أخرين عندو شي فلوس اللي غادي يحطوا ديدوسي بشي 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 هما يدروا تحليات المياه القانون لا يمنعوه لا يمنعوه يمنعوه تضارب المصالح ما يمكنش هالو الموزارة الموزارة اللي تحت منه هو اللي تيحكم يعني هفة تيحكم بين مزدوجاتين هو رئيس الحكومة ولا بدا غاديدوز صفقة دياله هالولانية غاديدوز احنا ما عرفناش هالك شي كي يدوز ولكن هالش ربط مسؤولية سياسية بالمسؤولية اقتصادية ما يمكنش تكون لانا ما يمكن لكش تبك إلا بحسب المراقبة هادي اللي هو راق تانيا مسألة ديال الدولة الاجتماعية الدولة الاجتماعية را قلت لكم من اللي بدات كي يحكم العالم هاد القطوية الوحادية ديالامريكا هادو كل اللي تسموا المحافظين جدود اللي حطوا النظام النيوليبرالي الجديد النيوليبراليزم قلت لك ما كيش حاجة اسمي هالدولة الاجتماعية لانه صحة والتعليم العمومي وكادها كيستهلك بزافت الفلوس وخاصة الدولة تزيد دالي جي حكومة ليبرالية هادي اللي عندنا اليوم وغاديها تنصاع توصية المؤسسة المالية وغرقت البلاد في المديونية جي تقول لنا غنديروا دولة اجتماعية وهذا التنزهده لان دولة اجتماعية لا دولة اجتماعية بدون مقاومات شنين مقاومات اولا ستكون ديمقراطية احنا ماشي في ديمقراطية احنا في ديمقراطية الوجهة احنا عنا احزاب كيفرقوا في اللي ساتة وغادة من هنا وديرين الدجرة كده كده كيطلعوا ثلاثة كيحكموا وتيترأسوا المجالس المحلية الجهوية البرلمان الحكومة درما كينافت ابلاد او اقدز اقدز اش في انتخابات حيزب جاولو في انتخابات لا حد كينتواتوا السلبي تقو في المغربة المغربة ما تقو فيها هال المسألة ديالتقاء كل مليون في انتخابات إنا خالده abbiamo الانتخابي طلع الاسماء ليش ماأت Конечно الناشر لدينا ideالتيات الص Kyrie الانتخابات الآن خاطئنا جبو جوج مليون عليش ما ليش جوجة مليون والذيكلا المرة كذلك نجيب لدينا انتخابات مشي حورة ونازيغ ا่شيلي الآن ؟ مشيك فقط احنا عساس عندي احدا باب الدار قال لي يا سادا احنا ردونا في سبعة الله روبحنا عشرة بينا صوتنا في جميع المداريس وجميع الأقسام بلا مام كاخت ناس يونا وعمر ناسنا دق هذوك صحابة اللي كي يديهم دوك اللي باغين الحزب ديال داك البرويتا ينجح الحزب ديال شفنجا ينجح وما اللي كي يديوا هادشي إلا سلمنا بهذا الأمر يعني احت هذوك اللي كيقول اليوم بأننا في لاموني بلا تستحق مقعد هالبرلماني وغير طاوه هالبرلمان ومقعد بلامان باش تسكت غنصدقوها طبو حتى هاي هذا الليول تانيا انا نجاوبك احنا مركز مستقل ديال الدراسات قال بأنه أشرف وأنضف وأحسن حملة ياذا الحزب شراكي موحف يلا كينش حاجة ما عندنا احنا لم نعطوهم فلوت وما نرشيهم ويلا كينش حاجة في 2016 وما طلعتش ما طلعتش حينت ما عجبتهمش بزاف ديك الساعة كينبعد الناس قال لك ما يمكن شراء على الأقل شعشرة المقاعد وشنوش بدل المقاة 2016 لألفين و تخيلوا معايا في مدينة الدار البيدانة ترشحت 12 ديال المقاعد تم الإعلان ديال على 11 المقاعد كلهم تا واحد ما دار الحملة انا بوحد يدار الحملة فلوغران كازابلونكا ما خلت لابن حمد ولا مولايب أعزة ولا والناس كيستقبلوني مزيان وكيصوتوا ومشوا وكل شي واحد يدار الحملة قدشنا هي كينلي داروا تاوما حملات قليلة كل شي نجح داش بقينانا كانت تسنى يومين باش يقول لك واش موني بتنجح واش ندوزوا آلا مندوزوا هاش را صدعت المرس معلومانا نجحوا معلوم نجحوا والناس كتدير فيها تقاوصوا وطعليا ولكن الجهات أخرى كانوا كيتسنى ويشوا ولاش ما نقول شاند عزيز أخ نوش تاوو نجح والحزب ديالو تاو نجح وولي جلو نجح بهدو اللي تقبطو ديال مخديرات نجح بالناس اللي كتتتترافيكي اللي تيكي في قطر نجح بالأميين كيفاش نتهم رئيس الحكومة معارفهم شمسكين على أنت أنا رئيس أنا أمينة أمينة ديال الحزب كل واحد غادي ترشح كنعرفوه شكونا هو هدو معارش بالحزب هدو في حزب غدافر هدو في حزب ديالو لا هو ديالو هدو كل ما معاه اللي يطلعهم اللي يطلعهم سمح ليا هدو الناس اللي يطلعوا بس ويكون عارفهم كيفاش ديرين كلهم را وما أنا مجموعة وكما يقول لك هدو إنجازات غير مسبوقة بلا تينا نقول لك إنجازات غير مسبوقة مواخا مزيان أولا هدو رئيس حكومة جاب واحد صريح حكومة جنهر الول قال قال يديرو أربعة فاسنة خمسة في المياه ديالة تنمية بو قلنا جات كوفيد جالكساد الاقتصادي جات حرب أوكرانيا بعد منا هدا هدو شميزو هدو شعلش تنمية ما طلعش قال لك سيديغا نخرج مليون ديال مغاربة من الفقر دائرة ديالفقر بالشهادة ديال من دوبيا السامية لتخطيط غاديو كالتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية غاديو كالتوسع ضروف اقتصادية سيدينا والجافاف ومكينش المعاتش لقابل الجافاف هو كيقول الجافاف ولكن قبل الجافاف حينك الجافاف روحة المعطبين كل مئة ألف سنة كيكونوا داك دورات ديال ديال بورودة ودير السخونة احنا دابع رداز تديك شي ديال السخونة احنا رغادي نفيه وكي من كاش نفي للا نبي لمول أنه عزيز أخ نوش جاب دعم الجماعي المباشر وخمسمية درهم لكل أسرة ممكن تكون حتى 1200 درهم من كاش نفي أن عزيز أخ نوش جاب اليوم مشروع ديال دعم في اقتناء السكن عشرات المليون لكل أسرة لكان قل من 30 مليون وسبعة المليون لكان من 70 مليون أقل أنه دار زيادة في الأجور عشر في المئة خمسة في المئة العام نفات خمسة في المئة هذا العام وزيادة في السميق وفي السماك زيادة تاريخية في أجور الأساتي دا كيف يقولوا وأنها 30% أتشي كله دا وعزيز أخ نوش عزيز أخ نوش تهو كرئيس ديال الحكومة عطل العجلة ديال الدمقرطة ديال البلاد وديال التنمية الحقيقية نحن ما ينقش تقول لي أنا غادي نعطي للناس 500 درهم ونعطيهم 1000 درهم وحد العدد ديال الناس عايشين في الفقر المدقع ره الجائحة ديالكوفيد بينات من 25 مليون ديال المغاربة محتاجين للدعم دعم سبستانسيال أما تجي تقول لي غادي نعطيك الدعم تاخد الساكن أنا ما بغيتش أن نسكن أنا بغيت غيروا لدي أكلوا دانون نشربوا الحليب ونشري لهم خضيرا ونشري لهم الدسير ونصفر بهم ملاعقوب ولا نشوش غادي ندي أنا بغي يغنكري علاش هاد الدولة ما ديراش سياسة ديال دور للكيراء بتمن لي هو مشي كل شي غادي شري لأنه من كتدخل في واحد القضية ديال تشري تقتني الساكن غادي تنقسم الحليب وضانه ندرالي غادي يبسو وانت غازك تخلص في الحجر اللي غادي تخلي هنا هادي اللي ورق تانيا هاد الدعم إيلا خديتي واحد الدعم كاين واحد الدعم قال لك غادي نعطيه ألف درهم مسنين ما أعطاهمش ما قبطوا التحاجة هادك الدعم اللي كيقبطوه بعض الأوصار على ولداتهم ما غايت زاده حيث ما قال لك اللي عنده وصل الخمسمية تبرسه اللي قل من خمسمية نزيده يوصل الخمسمية واللي قل من هذا نقدرون نزيده الأطفال في وضعية إعاقة كتعرف بأنه الدولة رميهم على الأسر ديالهم واحد العدب الأليم ما كيتصورش واحد كلفة كبيرة وده ما قال لك غادي يزيدوهم تلتمية الدعم وش تلتمية الدعم غادي توقف لي أنا الولد اللي هو معواق مش هذي الكلمة لأنه في وضعية إعاقة هذه الكلمة صحيحة مش تلحتيجات خاصة يقولوا الأشخاص في وضعية إعاقة سواء دهنية أو جسدية أو أو إذن أنا كان نظن بأنه كان واحد العداد ديالأمور اللي هي الدارت بحال هكذا في حين أشلو الدار تقول لي الرفع من الأوجو العملي فات قال لك غادي نصلحوا الدريبة إحنا يا حينت باش نخلصوا المشاريع وذلك شي خصنا فلوس ندخلوا في ليسات باش ندخلوا في ليسات خصنا أولا نرجعوا ونصلحوا النظام الضريبي درنا واحد عدد المناظرات أعطتنا توصية تحجم الطبقة العملي فات قال لك غادي نبداه في الإصلاح نصلحوا ضريبة على الشركات الشركة اللي كتربح مئة مليون السنتين في العام واللي كتربح عشر المليون هذو كانوا يخلصون 30% ودو 10% جمعهم كلهم في عشرين إذن اللي حسحابهم شوية أغنية ولبأس بيهم هبطهم العشرين وهذا كل ما كيرب حش بزاف طلعوا العشرين كده رات شي أدور إصلاح دي الضريبة على الشركات وكان المفروض أنهم يصلحوا داك الساعة الضريبة على الدخل تهي يكون ضريبة تساعدية الناس اللي عندهم دخل قليل ما يخلصوش والناس اللي عندهم على حسب الدخل هذي قليكتان العام الجاي عد غايدروا في حين هذا العام طلعت التفيا عزيزة خنوش استفد من يعني دي زاكور تسيت بينه بين شركات ديال توزع في المغرب وربحوا بلينة دارت لجنة في البرلمان ولقوا بأنه ذاك الساعة ربحوا 17 مليون فاصيلة خمسة كده ديال مليار دولار دبا روصلنا المئة مليار جاء مجلس مجلس المنافسة القديم قال لهم رخصكم تخلصوا كده تسعة وتشمية حيدوا الرئيس وحيدوا التقرير دبا الرئيس ديال مجلس ديال منافسة رجل نازل مكاين بس ولكن خرجوا حد تقرير كيقول مجلسوا تخلصوا كاملين هما مليار فاصيلة ثمانية واشا نهار محمية ونخلصوا واحد فاصيلة ثمانية وتقول لي تزيار بعلاف ريال لهذاك الأستاذ اللي كان كيقبط 170 دولار تشمدوا علاقة تدارب المصالح وتدارب الصورة رئيس حقوق مراجو الأعمال الفقارة نقول لهم زدناكم هذه هي الزيادة الزيادة اللي ما تخرج ليش من الفقر يجب محاربة الفقر سمح لي احتمني الدارة المبادرة الوطنية ومشي الله والو حسن لي أن نقفض كمامي ونخدمانا في المرشي ونربحنا باش ننقل ولادي تبقى ننت سنى فيك انت ترفع من الأجر ديالي راك تعرفوا بأن السياسة ديال تجميل